ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمام النسائي والترمذي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات لِيَعْمَلَ بِهِنَّ وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ وَكَادَ يَحْيَى أَنْ يُبْطِئَا فأتاه عيسى عليه السلام فقال إن الله أمرك أن تأمر بني إسرائيل بخمس كلمات لتعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن إما أن تبلغهن أو أن أبلغهن فقال له يحيى إني أخشى إن لم أبلغهن أن أعذب أو أن يُخسف بي فقام يحيى عليه السلام في بيت المقدس وقد امتلأ المسجد وقعد الناس على الشرف فقال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات لأعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن أمركم أن لا تشركوا به شيئا وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذا مالي فاعمل وأدّي إليّ فقال له بخمس كلماته وإن الله أمره بخمس كلماته فأمركم أن يكون عبده كذلك فإذا صليتم فلا تلتفتوا فقال له بخمس كلماته وأمركم بالصيام من ريح المسكة وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه العدو وجعل يده إلى عنقه فلما همّوا أن يقدموه ليضرب عنقه قال لهم أفتدي منكم بمالي فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فدى نفسه منهم أما الخامسة فقال وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره فأتى حصناً حصيناً فتحصن به من عدوه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان بذكر الله تبارك وتعالى دي خمس كلمات أمر الله تبارك وتعالى يحب بن زكريا أن يبلغهن لبين إسرائيل والحديث فيه كمان خمس كلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بهن ويعني ليس هذا هو محور حديثنا اليوم واضح من الحديث أنه داخل في باب الأمثال وفي الصيام ضرب المثل وفي الصدقة ضرب المثل وفي الذكر ضرب المثل لم يضرب المثل في الصلاة فقط والأمثال من باب المثل وفي الصلاة فالأمثال من باب المبين ويحب حديثنا من باب المثل see who saw the people and the world روى الإمام ابن أبي حاتي في تفسيره بسند صحيح عن عمر بن مرة وهو أحد العلماء الكبار من التابعين قال إذا ضرب مثل ولم أفهمه أبكي على نفسي وذلك أن الله عز وجل قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فكل مثل في القرآن إنما ضرب ليبين قضية قضية كانت مجملة وأراد الله عز وجل أن يبينها لكل الناس لجاهلهم وعالمهم قبل عالمهم كمان حتى تكون في غاية البيان اقرأ أي مثل في القرآن لا بد أن يأتي بعد قضية مجملة حتى تفهم القضية كلها يضرب لك المثل فالمثل ما فيش أوضح منه يعني مثلاً أول كلمة وآمركم ألا تشركوا بالله شيئاً ممكن واحد ما يفهمش يعني الشرك المثل في غاية الوضوح وكل الناس هتقول لو العبد كده أنا أرفده من عنده فإن مثل ذلك أو ده مثل مشرك والمثل يضرب لك أنت هنزل الكلام عليك أنت وليس على الله عز وجل وأنت إذا رضيت هذا على نفسك وأنت عبد كيف ترضاه على ربك فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله وقال هذا مالي اعمل وأدي إلي ادخل المحل ذا بيع وآخر النهار حتى الفلوس اللي أنت بعتميه فكان يعمل ويأخذ المال ويدي الجارك فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك أنت ترضى ترضى أنه تبقى البضاعة بضاعتك والمحل بتاعك والعبد أنت كمان شريح بالحر مالك ويأخذ السل يأخذ المالية في آخر النهار ويدي الجارك من يرضى بهذا لا أحد إطلاقاً لا كافر ولا مسلم ولا فزق ولا أي ابن آدم في الدنيا مهما كانت ملته لا يمكن يرضى بهذا إذا كان أحدكم لا يرضى بهذا أي يمكن أن يرضى الله عز وجل بهذا شفت المسأل في غاطل وضوحي إزاي غير لما نقول إن الله أمركم أن لا تشركوا أي شيء فممكن أحد يقول لك طب زي إيه مثلاً أشرك بي زي إيه مثلاً هنا بعد ما ضربت لك المسأل ما أنت شمحتك تقول لي إزاي فهمت كل حاجة خلاص وكذلك مثلاً الصدقة رجل أسر صار أسيراً وغلوا يده إلى عنقه كتفوه فلما قدموه ليضربوا عنقه قال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم بمالي فوافقوا فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه منه أي الصدقة كده كأنك أنت أسير تمام؟ وأنت في ظل صدقتك يوم الخيامة فشوفت أنت حر بعد ما تسمع الحديث ده حتى لو أعطيت من مالك جزءاً يسيراً شاء الله تطلع في الشهر عشر ريال كل شهر فضلاً عن أكتر من كده يعني قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة بيمينه فيربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه الفلوه الفرس تمام؟ فأنت الصدقة عند الله تبارك تعالى بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف طيب أنت أدفعت عشر ريال في سبعمائة سبعة ألاف تمام؟ السبعة ألاف دول في كم؟ في كمان سبعمائة يطلعوا بكام؟ يطلع أي رقب في كمان سبعمائة يطلع كام؟ ويضرب في سبعمائة وانت ماشي تمام؟ قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم نسأل ربنا قال ليسأل أحدكم ربه في شراك نعلك يعني سر ربك كل شيء حتى في شراك نعلك تمام؟ قال قال إذن يا رسول الله نكثر قال الله أكثر لأن الله عز وجل إذا أعطى لا يعطي برقم لا يعطي برقم يرزق من يشاء بغير حساب ده في الدنيا وفي الآخرة ها إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ فإذا رزق يرزق بغير حساب ربنا ما بتعملش بالأرقام إذا أراد أن يعطي كما قال القائل قطرة من فيض جودك تملأ الأرض رية ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر ولي وقد ورد في بعض الإسرائيليات قال الله عز وجل أنا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى وإذا لعنت أدركت لعنة السابعة من الولد فده صدقة واضح المثل درسنا هذا المساء في الأمر الخامس وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل عدو كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره عدو يطلبه وسريع جدا في طلبه فهذا الرجل جاء حصنا حصينا فاحترز به وإن العبد احترز به من عدوه الذي يطلبه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله تبارك وتعالى حكاية مع الشيطان طويلة طويلة جدا هو لما سأل ربه النظرة انظرني انظرني إلى يوم يبعثون قصد أن يبقى مع آخر أحد من بني آدم إلى آخر نفس منه يشوف كل جيل بيموت أديه أين القبور من عهد عاد كم من الناس ماتوا وكم من الناس سيموتون ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات كفات أي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها تعرف الكفتة الكفتة دي عبارة عن إيه عبارة عن لحمة على رز على خضار ها كفاتة جمعناهم الكفتة معناها الجمع أن أنت تجمع حاجة على حاجة على حاجة تبقى كفتة تمام فكفات أي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها تمام الشيطان من أول ما خرج من الجنة ابتدى بآدم عليه السلام وأغواه وحلف له في القصة التي تعرفونها ولا زال مع بني آدم إلى آخر واحد تقبض روحه من بني آدم وعندما الشيطان خلط انتهت مهمته فبعزتك لأغوينهم أجمعين خلص دا قصته معنا طب شكله إيه لما بيتعامل معنا روى الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه أطرقه جمع طريق يعني الشيطان قعد لابن آدم بكل طريق يسلكه رايح لربنا أعد لك رايح للدنيا أعد لك أي وجه تتوجه إليه أعد لك فاعلم أن كل خطوة لك شيطان ينتظر بعدد الأنفاس شيطان ينتظر ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلت أشياء كبار لتقيس عليها ما بعدها لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر كل طرق الشيطان إنما ذكر ثلاثة أشياء ضخمة جدا قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام كافر ويريد أن يسلم فقال له أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك ودي حاجة صعبة جدا شطر الكفر الموضوع على الأرض وشطر البدعة الموضوعة على الأرض إن لم تكن كلها هي اتباع سنة الآباء يصعب عليه جدا أن يترك دين أبيه ولذلك لقوة معنى الأب في نفس الولد الأب عميق الجذور في نفس الولد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم يعني ربنا عز وجل يقول اذكرني كما تذكر أباك هو ربنا عز وجل يضرب المثل بالأب يقول اذكرني كما تذكر أباك إلا إذا كان الأب هو أعظم مذكور في نفس الولد فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر تمام ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القراشيين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون مهتدون تمام فالآباء حاجة ضخمة جدا عند الولد جدا فيأتي الشيطان إذا أردت أن تسلم يقول أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك كمان فعصاه فأسلم طيب الصحابة بعدما أسلموا ماذا طلب منهم أن يهاجروا فقعد له بطريق الهجرة قال أتذر أرضك وسمائك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول أنت بتهاجر ليه؟ بتسيب أرضك ليه؟ هو فيه أفضل من الأرض التي ولدت بها؟ لا يمكن تجد مثل البيت الذي ولدت فيه إن شاء الله يكون خص حفلو خص وبعدين أنت بعد كده بقيت دبلوماسي وأنا أضرب المثل بالدبلوماسيين عادة لأنه أكتر نت بيلفه الكرة الأرضية دبلوماسي ولكن إذا خدت أجازة وحبيت ترجع البلد اللي أنت تولدت فيها تلاقي ألبك سبأك ألبك بيسبأك لملاعب صباك تمام؟ وفيه قصة رمزية فيها بيت شعري أن يؤيد هذا أن رجلا من العرب تزوج امرأة ثانية على امرأته الأولى وكان كل امرأة خادمة وخد البتين وبالبعض بيت المرأة الأولى وبيت المرأة التانية ففيه الصباحية بتاع المرأة التانية خرجت جارية المرأة الثانية على الباب فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب بعدين قبل البعض فبترم على كلام يعني حتى مش الضرار اللي برموا كلام الجواري كمان برموا كلام فقالت وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان وفشلتي بتقول أن الراجل ماشي برجلين الرجل المرأة الأولى والرجل تانية المرأة التانية فبقول الرجلين مش زي بعض فيه رجل تشلت المرأة الأولى يعني تمام الرجل تانية اللي هي الصحيح اللي الرجل ماشي بيها وما سستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي فردت عليها جرية المرأة الأولى ويا نعم ما قالت أفحمتها قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي تمام يعني أظن يعني جابتها لمسكتها فالشاهد بقى كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي دائما المنزل الذي ولدت فيه قلبك يسبقك إذا ذهبت إليه بخلاف أي بيت بعد كده شاء الله يكون قصرا منيفا تمام فالشيطان بيلعب على دي بقول له أتذر أرضك وسمائك طب هو بهاجر ليه بهاجر ليه مبطهض في العادة يعني وأسرع الناس هجرة الذين أهربون بدينهم هربان بدينهم من الفتن فأما أيله إبازي الصحابة الأوائل خرجوا هروبا بدينهم من الفتن لما راحوا لحباشة وبعد راحوا للمدينة فقال له أتذر أرضك وسمائك دي مش هتحوأ فيه أم جايبله التانية قال وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول الناس الفلاحين عارفين بقى لما كانوا يسرحوا عشان يأكلوا البهيمة في الغيط والكلام ده والأرض بسيم فكان يربطها في وتد وسيبها ترعة صح؟ واعتقل بكثير منك في الفلاحين تمام؟ طيب البهيمة النهاردة لما أنت بتربطها في وتد لا حرية أم لا محبوسة؟ ها؟ محبوسة أو لا حرية؟ هي محبوسة ولا حرية ورد حريتها بقدر طول الحبل يعني أنت عملها الحبل ثلاثة متر هي بتتحرك في حدود الثلاثة متر خلاص؟ ده اسمه الطول أنك أنت بتطول للبهيمة تطول لها يعني تخلي الحبل ثلاثة متر أربعة متر عشان تاكل قدامها وبعدين تخلص وتمشي كمان مترين تاكل لحد ما تخلص خلص توم شايل الوتد ده قدام شوي عشان تديلها كمان ثلاثة متر قدام خلاص؟ فبيقول له إيه؟ بقول له طيب ستدر أرضك وسماك ماشي عم بس أنت اعلم أنك لما تذهب إلى بلاد الغربة هربان ستفقد حريتك مش هتعرف تنزل من البيت إلا أنك تجيب حكتك من البقالة وترجع لبيتك تهرب ليه؟ خايف خايف تطلع وتاخد حريتك يقابل الجسوس عارفك يبلغ عنك فأنت حابس نفسك وملكش حرية أنك تطلع وتتفسح وتشم هاوة والكلام ده هوت عشان هربان من عدو يترصدك وباعت وراك جواسيس وإذاك تلاقي الخايف دايماً كل ما يطلع لأي حد إذا لا أحد بيبصره بس كده يقول آه عرفني يمشي وتلفت حواليه خليه يركب سيارة يبص في المراية يوم داخل شارع الجانبي ليه وراه يوم داخل شارع الجانبي ما يطمنش إلا ما يسيبه خالص إذا فضل ماشي بقدر الله كده ما يقصد يتابعه ولا يقصد يترصده ولا حاجة بس ماشي في نفس السكة لو ماشي فيه يتوقع أنه بيتابعه وهيعرف سكته فين يفضل هربان يلف 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 حد ما يختفي منه يعرف أنه مش عايزه فبقول له كده بقول له بأنت هتترك أرضك وسماءك وتذهب إلى مكان ستفقد فيه حريتك وحريتك فيه بقدر الحصول على معاشك كالفرس في الطول أنت يرضيك عايز مبسوط بكده فعصاه فهاجر تمام طيب بعد ما بهاجر إيه اللي مطلوب منه الصحابة بعد ما هاجروا إيه اللي مطلوب منهم الجهاد مش ده اللي حصل بالترتيبة كده أسلموا فهاجروا فجاهدوا فلما أعدوا في طريق الإسلام ما نفعش جرأوا وأفلوا في طريق الهجرة ما نفعش جرأوا وأفلوا في طريق الجهاد تمام قال له أتجاهد وإنما الجهاد جهد النفس فتقاتل فتقتل هذه أول حاجة تقيلة على النفس أن يموت وبعدين وتنكحي مرأتك شباقة مرأتك اللي انت بتموت فيها دي تجاوز واحد بعدك تخيل ها وانت ميت بقى شباقة تخيل بقى راحت الواحد غيرك وانت بتموت فيها وبتغير عليها وكت عملت صمكر الشباقة وتحط عليه إفله وتحط على الباب إفله وشعر فيه وتاخد مننا التليفون وبتاعه مش عايزة تتكلم حد وعايزة تبقى لك لوحدك وبتاعه تخيل بقى وتنكحي مرأتك ويقسم مالك شباقة انت رجل معاك مالقة دي وأخوك كل شوي يجي خبط على الباب يا أخوي أنا فائر والديني تقول له أمشي من هنا وأنا شغلك ولا إيه لا مش هديك حاجة قال له طلعت خلفتك كلها بنات ها وليك أخ وأخين وثلاث يعني تقريبا نص شغلك لإخواتك اللي انتوا كنت تحريموا في حياتك غصب عنك أه شوف يعني حاجة تفتت الكبد يعني فعمال يقول له كل ديت تقاتل تجاهد هتموت وانت الموت صعب وشوف بقى لما تموت ورأتك تطير وبتاعه والكلام ده ودين تنكحي مرأتك وانت عارف يعني دي شيء يضع في النفس جدا عند أهل الغيرة والعرب انت عارف العرب بقى يعني كانوا حاجة فضيعة في الغيرة فضيعة يعني ممكن أمثل لكم بمشهد لأمير الخزرج سعد بن عبادة لما جاء هلال بن واي الواقف رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني وجدت رجل مع امرأتي قال يا هلال أربعة شهداء أربعة شهداء أو حد في ظهرك ما كانش نزل بقى أي آيات الملاعنة بين الرجل والمرأة أربعة شهداء أو حد في ظهرك فكان قاعد في المجلس أنا ذاك سعد بن عباد قال يا رسول الله أدعو لكاعا يتفخذها وألتمس له أربعة شهداء والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح بيقوله أنا أسيب معاها وروح ألمل أربعة شهداء وأنا أطيق هذا واسيب معاها وروح ألمل إذن يهرب إذن يمشي إذن والله يقضي حاجته والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح غير مصفح غير مصفح مش معناه من الصفح والغفران والعفر لا السيف أو السكينة لها حد وصفح ده السيف ده الحد اللي بيقطع الصفح جنبي لإيه السيف بقوله لا أضربه بصفحه لأنه ضرب بالصفح مش هي موته إنما أضربه بحده لا والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح فقال أنظروا ما يقول سيدكم لأنه كذا بيعارض القرآن الكريم يعارض الآيات اللي هي في مطلع سورة النور والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح فقال انظروا ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله أعذره فوالله ما تزوج مرأة قط إلا بكرا وما طلق مرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده قال لا يعني المرأة اللي سعد وعنبيدة طلقها انتهت ماتت هي وقف على سعد سواء كانت امرأة أو كانت أو طلقها فبقول له رسول الله يحذره لا يطيق أن يتزوج امرأة تزوجت قبله ولا يطيق أن يتزوج أحد امرأة تزوجها بفكرني بواحد مرة لا يرى المسح للخفين ويرى بطلان الصلاة بالمسح للخفين فكان إذا صلى إماما كان يقول لا يصلي خلفي ماسح طبما أنت مالك طب أنت ترى بطلان الصلاة بعده بالمسحة للخفين أنت�면 تمسحش التحور لكن تنملك من اللي وراك لا يصلي خلفي ماسح يعني فيش رازالة أكتر من كده بالنسبة للرجل بتاع القفين واخدرك فقال عليه الصلاة والسلام تعليقا على هذا إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني لذلك حرم الفاحشة إذن ربنا عز وجل لما حرم الزنا غيرة على عبده أو على أمته أن يزني أو تزني تمام قال صلى الله عليه وسلم معقبا على التلت أنماط دول أنا قلت لك في الأول التلت أنماط دول مش المقصود بيهم كل أنماط أو كل طرق الشيطان بل أعظمها اللي ممكن يصد المرأة عنها فعلا قال فمن فعل ذلك أي من عصى الشيطان في هذا فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن وقصته دابته أي رفسته الدابة فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة إذن دا فعل الشيطان خلاص ماذا يريد الشيطان منك كل طريق أنت مش فيه يؤفلك 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 عايزه منك بالضبط الشيطان لا يريد منك إلا شيئا واحدا فقط وهو لا يفقط في الحقيقة يعني لأنه هو كل شيء وبه يوزن المرء عند الله يوم القيامة لا غيره الشيطان يريد أنفس مضغط فيك ألا وهي قلبك يريد قلبك لا يريد شيئا آخر وهذا القلب هو الذي يوزن المرء به يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يؤتى بالعبد السمين البدين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضه وفي الحديث الصحيح أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان نحيفا وقد ورد في بعض الأخبار أن الريحة إذا قامت كانت تكفأه كان يؤع على وشه بسبب ضعفه تمام وقد صح عنه أنه ما كان يصوم كثيرا صيام التطوع وإنما فسؤل عن ذلك فقال لا أقدر على الصيام والصلاة أحب إلي أي أنه لو صام يضعف عن الصلاة فالصلاة أحب إليه من الصيام فكان قلما يصوم رضي الله عنه صعد ابن مسعود على شجرة ليأتي بقبرة عصفورة فوق كده فضحك الصحابة فقال لهم صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا رسول الله نضحك من دقة ساقيه يعني الساق بتاعه أد زي صباعي كده من دقة ساقيه فقال والله لهما أثقل في الميزان من أحد يؤتى بالحب يوضع على الميزان إنما يوزن بقلبه أنفس شيء فيك ومع ذلك فعمليا هو أهول شيء عندك سبحان الله ما رأيت رجلا يُعامل هذه الجوهرة كمعاملة الخدم كثير مننا يُعامل قلبه معاملة الخدم بل أدنى من الخدم ألم يمرض أحدنا يوما فيقطع الكرة الأرضية بحثا عن الشفاء فعلا كثيرون من الناس يستدينون حتى يذهبوا إلى آخر مكان في الدنيا طلبا للشفاء شفاء البدن عنده مغص عنده أي حاجة طيب ألم يمر بك قسوة قلب وبإمكانك أن ترفع سماعة الهاتف إلى عالم ليجل قسوة قلبك فلم تفعل كم يكلفك هاتف ترفع الهاتف كم يكلفك أن تذهب إلى بلد ما لتلقى عالما ليجلو قسوة قلبك من اكترث لهذا وانزعج لقسوة قلبه أنه يسمع القرآن مرارا فلا يبكي فلا يتأثر يسمع المعظة فلا يتأثر كلنا هذا الرجل تقريبا ممكن سن يقطع تذكرة ويركب طيارة وروح لبلد ويسكن في فندق عشان يلقى عالمنا من العلماء ليعالج قسوة قلبه كم من الناس يفعلها مش قلتلك نحن نعامل قلوبنا معاملة الخدم وانت إنما توزن يوم القيامة بقلبك وقد نص على هذا ربنا تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام إلا من أتى الله بقلب سليل طيب كيف تضمن سلامة قلبك وعدوك لا يترك سلاحه أبدا وأقسم ورفع عقيرته أمام ربه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين طب حد فينا مخلص بفتح اللام ما فيش مخلص إلا الأنبياء تمام إلا الأنبياء إنما إحنا الدرجة الثانية مخلص بكسر الله طب إيه الفرق بينهم المخلص من أخلصه الله لنفسه إلا ربنا يخلصه لنفسه الشيطان ما عرفش يقرب له لأن الله عز وجل هو الذي اختاره فما يعرفش يروح له خالص حتى قيل في بعض الإسرائيليات لقي موسى عليه لقي عابد أو يعني أو قيل للشيطان هل أحببت أحدا من بني آدم قال ما أحببت إلا موسى قيل له ولم قال لأن الله عز وجل قال وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عني لأن ربنا ألقى عليه المحبة أرمى المحبة عليه فلا يراه أحد إلا يحبه ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني المخلص اللي ربنا عز وجل اختاره لنفسه تبقى المخلص هو من طلب الله تبارك وتعالى طب هو بيطلب ربنا هل هيغلب الشيطان في كل جولة لا مش لازم هو يغلب مرة وشيطان يغلب مرة ويغلب مرة وشيطان يغلب مرة بس يختم له بخير قد المخلص حتى وإن غلب في مرة مرتين ثلاثة أربعة عشر عشرين في جولات كثيرة ولكن الجولة الأخيرة تكون له على الشيطان أنتوا عارفين زي مين زي الرجل الذي قتل مئة نفس أنتوا عارفين الرجل قتل مئة نفس وبعدين أذن الله له بتوبة خرج إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها فما مضى غير بعيد حتى قبضت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال الله أرسل فقال الله عز وجل لهم قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب كان من أهلها فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى الأرض المغفرطة بشبر واحد فغفر له ودخل الجن تمام؟ أهداء ختم له بخير الشيطان كسب معاكم جولة كتير لكن المخلص هو الذي يختم عادة له بخير يختم له بخير تمام كده؟ فالشيطان نحن قضيته إحنا نحن والمؤمنون من الجن قضية الشيطان طيب إذا كان عدوك ممسك بسلاحه لا يتركه إطلاقا قيل الحسن البصري أه ينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راح شمينا نفس لكنه لا ينام طب إيه وجه أنه لا ينام؟ حديثان حديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصار قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إن إبليس يضع عرشه على الماء في الصبح كده يحط عرشه على الماء ويعد عليه ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم خط سير كل واحد فينا شوية شياطين معاه مشغلين معاه ونحن كبني آدم لو اشتغلنا بنفس الجد بتاع الشياطين والله كنا وصلنا للسماء لكن الشياطين لا ينامون ليه؟ لأن في رقابة في حساب آخر النهار الشيطان يبعثهم لبني آدم اشتغلوا مع بني آدم فلما يجي بقى الليل يجيبهم يقعد على الكرسي ويقف طبور ويبتدي يحسبهم يقول للأول ماذا فعلت؟ كنت اشتغلت النهاردة معاهم يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا أجناس المعاصر انت حطها زي ما انت عايز بقى ما تركته حتى زنى قال له لم تفعل شيئا اركن وانت ما تركته حتى عقى أباه وأمه لم تفعل شيئا ما تركته حتى قتل أباه لم تفعل شيئا لم تفعل شيئا ده كلها كبائر وبقول له لم تفعل شيئا يعني كل ده وشياطين ومش عاجبوا شغلوهم كده ما اشتغلوش كده نميل على ودنهم ها وانت كمال بقى زهقان بقى ما باستغلوش حتى جاءت دوره على واحد منهم قالوا انت ماذا فعلت؟ قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله خلته يبرو بشنباته وعدت أقول له الشنبات دي انت مربيها ليه؟ هي هتفضل ركبك ها تعلي صوتها عليك واخد فلوسك وشعر فيه وبتعلي صوتها وفتحك عند الجران كمان لحد دي انت هتفضل خرع ها طلق يا راجل وسع الله عليك طلق وهاتغيرها 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 عادي قول لي ما تعملاش طلقها ايه الاشكال يعني؟ ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله حينئذ يقوم من على الكرسي ويلتزمه يغضب الحض ويقول له نعم أنت 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 هو دي الشغل طيب قتل القتل جريمة كبرى تمام؟ أول كما قال الله صلى الله عليه وسلم في حديث من مسعود في الصحيحين أول ديوان يفصل فيه يوم القيامة ديوان الدماء أول ديوان يفتح يوم القيامة ديوان الدماء عشان القتل الذين لا يأبهون بدماء الخلق قال صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول يوم القيامة رأسه على يده على كفه يجرجر قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني ولا ينفض الحساب حتى يؤمر ربه إلى النار أول ديوان يفتح ديوان الدماء فدي كبيرة الزنا كبيرة شرب الخمر كبيرة طيب إزاي الشيطان من زعلان معين دي كبائر شايف إن الشيطان مشتغلتش مش عاملة حاجة وفي حديث أبي موسى الأشعرين دي بن حبان قال الشيطان من أضل مسلما اليوم ألبسته التاج تاج الجزيرة بتاع مرزو لو حد فيكم فاكر في الكلور ده تمام؟ أو السلطانية قال لك أي واحد فعل كبير فضلا عن صغيرة يعني صغيرة فضلا عن كبيرة يمكن أن يتوب منها يبقى عمل الشيطان كله رعى الأرض تمام؟ يمكن أن يتوب منها لكن واحد طلق أميراته إيه اللي يحصل؟ الرجل هتزود المرأة الجديدة تقول له أنا مش نستعدها أربي أولادك تمام؟ طب المرأة هتتزود زوجة يقول له والله أنا مش قادر أصرف على عياني هصرف على عياني كأنا كمان فالمرأة هتترك الأولاد الرجل هتترك الأولاد إلى أين يذهبون؟ وماذا سيكونون؟ ممكن يكونوا دول هم الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس دول باء العصابات عيال لا لأب ولا أم يحتضنهم ولا يربيهم أي روح في أي حت في أي حت أذكروا لكم قصة واقعية حدثت عندنا في أحد مساجد شرع الهرم ومسجد الرحمة على وجه الخصوص أيام كنا نحن بندي فيه زمان كان فيه أسبوع ثقافي زي الشهر أو الشهرين اللي نحن بنعملهم هنا في مسجد الإمام أسبوع ثقافي يختص بموضوعات خاصة بالمرأة المسلمة يعني كل شيخ يجي يدي نحية من نواحي حياة المرأة المسلمة واحد يدي الحجاب واحد يدي العفة واحد يدي القرار في البيت واحد يدي مش عارف كده فكان فيه بعض المشايخ بيدي فيه هذا المسجد وبعدين وهو بيعطي كان فيه أحد المشايخ برضو قاعد جنبه بيتلقى الأسئلة ويديها للشيخ اللي يحاضر يعني فوصلت إليه ورقة مكتوب فيها الآتي أنا راقصة وأريد أن أتوب شاف الورقة وولت له أنا أقف على باب المسجد ساب المحضرة وراح على باب المسجد فإذا فتاه تقريبا في حدود العشرين من عمرها قالها أنت اللي كتابت الورقة دي قالت له آه قالت له أنا لي قصة ألا طيب أدي هاتفي الساعة عشر بالليل تصل بي لأنه عندي محاضرة الآن المشغول أنا سألت الشيخ دي بعد كده على القصة القصة كالآتي دي بنت ولها أختين هي الكبيرة أبوها طل أمها زي ما قلت لكم الرجل تزوج واحدة والستة تزوجت راجل لا داعي أخذ الأولاد ولا دا أخذ الأولاد ولأت نفسها هي الكبيرة ومسؤولة عن أختين أصغر منها راح تشتغل في البيوت تمسح السلم وخادمة يعني في البيوت تعرضت لكثير منها الأذى لأن في بعض اللي قام بيتصور أن الشغلة في البيت عرضها أهوى من الهوى إنها غلبانة ومحتاجة فلوس فلو روادها عن نفسها ودالها مبلغ محترم وكويس يمكن أن تفرطها في عرضها فبدأت تجد مضايقات في البيوت فامتنعت عن الذهاب لكن الفلوس اللي لمتها خلصت ووجدت نفسها مش قادرة تصرف على أخوتها وصلت إلى حالة من الضنج والحالة النفسية السيئة إلى أبعد ما يكون في الحالة دي بتشتيك الوحدة جرتها فجرتها دي قالت لها أنا عرفالك شغلانا حتجيبي منها فلوس قدي كده وحتشتري سيارة وحتسكني في فيلا قالت لها زيه كلام ده قالت لها اسمعي كلام أخدتها على ملها ليلي كراقصة تمام راحت بقى ترقص في الملها الليلي وانت عارب بقى السكارة أغلب أغنيائنا كثير من أغنيائنا من السكارة تمام يعني يروح هناك عشان يرسي ياخد حضنه ولا بتاع الكلام ده وقت ممكن يطلعها روزه من فلوس تمام البنت فعلا اشترت شاءة تمليك واغدنت بس لسه ما شارتش السيار ده أول كده هي بقى ماشية في شارع الهرم قبال فندق أوروبا اللي هو قبال مسجد الرحمة وكانت انت عارف الشارع راح جاي فندق أوروبا هنا في الناحية اليمين بالذات ومسجد الرحمة من ناحية الشمال وانت راح على الهرم يعني تمام هي عطشت شوف إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه عطشت عطشانة يعني فالتفتت فوجدت أمام المسجد سبيل ما استند كده من الحديد وعليه أولى المحطوطة أولى الماي فعدت الشارع عشان تشرب وهي بتشرب سمعت من المحاضر كلمة ما أدري والله ما هذه الكلمة التي دخلت قلبها واستقرت في قلبها سمعت من المحاضر كلمة فعزمت أن تتوب في الحال وكتبت هذه الورق وقالت يعني أنا ما فعلت هذا لا رضا بالفاحشة ولا رضا بها بل فرنت من عمل في البيوت علشان كان بيعسوني لكن من الهبوط النفسي والأزمة النفسية التي تعرضت لها وصلت إلى ما وصلت عليه من الحديد فهذا الشيخ جذو الله خيرا جاب لها واحد تزوجها وتزوج أخوتها كمان ثلاثة تزوجوهم يعني تمام طيب أو كلمة كان هذا القلب الجوهرة مفتوحا لمقتضاها شوف لما دخلت الكلمة عملت إيه فيه فالشيطان دا شغلته يرسل سراياه يوميا إلى بني آدم لا ينام وكل قصده أن يسرق هذا القلب فأنت لماذا تقصر فيه لماذا لا تعمره بيدك الله طب أنت ليه مخلي لسانك عطلان يا أخي أنت راكب السيارة وساكت مش هقولك من شغل تسجيل ولا بتاع ساكت من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كان كمن أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل وأحرز مئة حسنة وحطت عنه مئة سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه هذا يعني الشيطان لا سبيل له عليك في هذا اليوم اللي أنا بقول لك الشيطان أعدالك وإبليز بيبعث لك شيطان عايز تعمل حرز على نفسك قل للذكر ده مئة مرة في مطلع الصباح قلنا عشر رقاب من ولد إسماعيل مئة حسنة يحط عنه مئة سيئة تكون حرزا له من الشيطان ولم يأتي أحد يوم القيامة ولم يعمل أحد من يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل زاد عليه طب ما تعمل مئة وقت تقول مئة وخمسين مر أنا لما جلست عشان أعد المئة وخمسين مرة ما كملتش تلت ساعة عشرون دقيقة في يومك بعد ما تصل الصبح قل حكتين قل الزكر ده مئة مرة على الأقل عشان تاخد الأربع حاجات دول أو مئة وخمسين عشان تبقى أفضل من اللي قالها مئة مرة خلاص الحاجة التانية قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة نفسك فيها نفسك في دية طب بينك وبنفسك احلب بالله إن نفسك فيها تاخد كل يوم ألف حسنة أو تحط عنك ألف خطيئة أنت في اليوم بتعمل ألف خطيئة عدي خطيئك في اليوم ممكن أحد يقول لك لا أنا أقول لك آه إزاي كل نفس لا تذكر الله فيه ينزل بمنزلة الخطيئة قال صلى الله عليه وسلم كل ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها ندم عليها يوم القيامة وهذا لك إزاي طب عايز تاخد ألف حسنة في اليوم وكل دي أحديث صحيحة أنا لا أذكر في محاضراتي حديثا ضعيفا قط إلا أن ننبه عليه حديث سعد بن أبي وقاص أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة أو تحط عن ألف سيئة قالوا كيف يا رسول الله قال يسبح مئة تسبيح يأخذ ألف حسنة أو تحط عنه ألف سيئة أنا لما سبحت مئة تسبيحة ما خديتش مني خمس دقائية ما أنا أمسك الساعة قلت ما أشوف كل ذكر موقّد بوقت ولو أجر أمسك الساعة وأنا بذكر عشان أشوف يأخذ مني كان وجدت الأذكار التي تعطيك ملايين الحسنات لا تتجاوز ساعة ونص في اليوم فقط ده بخلاف الطاعات اللي أنت بتعمله أعرفت الذكر يعني إيه وأمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثاره اللي هو الشيطان يعني خلاص كده طلبه العدو سراعاً في أثاره عاجي يجيبه عاجي يمسكه ما هو العدو فتاعه فأتى حصناً حصيناً فدخله وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تبارك وتعالى يبقى إحنا قلنا النهاردة ذكر مئة مرة حتقولها والحديث ده في البقاري ومسلم اللي هو بتاع مئة مرة طب حديث آخر أو أخير قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده إذا أصبح وإذا أمس غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر عارف زبد البحر له إيه؟ طب الأول عارف البحر له إيه؟ يعني البحر المتوسط أو المحيط ده اسمه بحر وانت عارف الكرة الأرضية دي سبعين في المئة مية وثلاثين في المئة يابسة اللي احنا عايشين عليه خلاص؟ السبعين في المئة مية دي اسمها بحر حلو؟ الزبد الفقاقيع اللي بتكون على وش المية عارفينها طبعا لو أنت عملت زنوب كفقاقيع البحر وقلت مئة مرة الصبح سبحان الله وبحمده ومئة مرة بالليل سبحان الله وبحمده زنوبك تمحى دي تفرط فيها دي فانه مش فهمه الله لسانك ده اللي ممكن ترتقي بأعلى الدرجات سيبه عطلا ليه فأي مشوار وانت ركب السيارة يا أخي في الراديو اللي انت عمل لك دوشة ده الشغل بالذكر فذكر الله تبارك وتعالى أحصن ما يكون المرء منه من الشيطان إذن حياة قلبك في ذكر الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذاكرين له والذاكرات أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ديورة